بسم الله الرحمن الرحيم ما يخفى لكم مش بل يلعبنا مقابلة خارج ديار ضد فريق لما نعرفوش عليه الكثير فريق اللي يضم لعبين جدد ولعبين ذوي خبرة اللي يعرفوا يسيروا الأمور خاصة هذا النوع من المقابلات كما تكلمت أنا قبل المقابلة في الأسبوع المقابلة هتكون مقابلة معقدة وكما كان الحال فريق تحلى بيروح بيروح إيرادية كبيرة وأيضاً الجمهور والأرضية تعاني الساعداته باش يقدر يخرج بنقطة التعادل عملنا بعض المشاكل خاصة في بعض الفرضيات وإن كان الحارستان كان في يومو وأيضاً من ناحية الاستحواذ فريقنا كان أحسن لكن ما استغلناش الثلثة الأخيرة الملعب اللي كان دائماً تنقصنا التمرير الأخيرة اللي رحنا نعمل وشلها عليها باش نحسنوا أداء الهجومة على الفريق بحول الله يعني في ظل أيضاً نتكلموا دائماً عن تحذيرات يعني الحمد لله نقطة خارج ديار تعتبر إيجابية كنا ننطمحوا الفوز لكن يعني النقطة التعادل تعتبر إيجابية وإن شاء الله بالعمل إن شاء الله نزيد يتحسن مردود الفريق يعني في باقي جولت الجاهزية دائماً نسعى وفي الفريق تعاني يبقى جاهز ويبقى في روح المنافسة نظن أن المقابلة صعبة أيضاً هذا الأسبوع نعطيها حقها من ناحية التحذير ولا من ناحية التركيز وإن شاء الله اللعبين يكونوا في الموعد بحول الله عنا اللعبين يعني مصابين وما يخفى لكمش أيضاً المقابلة التاشل غمليد يعني خسرنا اللعب حديوش لأخلط الحسابات انتعنا خاصة عن الجهة اليسرى وإن يعني ما عندناش بديل وإن اللعب كالروم عوضوا يعني عوضوا إضطرارياً فنظن في المقابلة هذه أيضاً رح يكون غايب اللعب حديوش ورجوع اللعب نساخ واللعب عيش للدخول مع المجموعة إن شاء الله في هذه المقابلة بحول الله لا إن شاء الله نعملوا باش نفوزوا أي فارق يعملوا يتدرب باش يفوز إن شاء الله بالدعم تعالأنصار تعنا وبالروح القتالية تعالى اللعبين اللي أبانوها في المقابلتين الأولتين هذه إن شاء الله لما لا إن شاء الله نطمح لثاني فوز في هذه البطولة بحول الله شك عندك نظرة عن فارق ندي فارض بطبيعة الحال أي مدرب يعني يجمع جاء كافة المعلومات وبطبيعة الحال نحضره على أساس الخصم أيضاً ونحضره على أساس نقاط القوة وقابلات عيوم سبت بحول الله